تحية طيبة لك سيدتي تحية لمشاهدي قناتكم الكرام داعش مرضى لكنه لم يموت نهاي داعش ترعاه دول داعش شركة للتدمير وشركة مساهمة بندقية للإيجار تستفاد منها الدول هنا وهناك وحتى وصلت إلى مرحلة العصابات الأمريكان قتالهم لداعش حسب الضرورة والحاجة الآن هم متواجدين مثلا في صحراء الأنبار مرورا إلى صحراء الموصل وكذلك في شمال وشرق سوريا هل معقول هذا التنظيم الذي منذ أكثر من ست سنوات أو سبعة يعاني على حصار قوي من ناحية المال والسلاح لا نستطيع القضاء عليه النوايا الصادقة ليست في الكلام فقط إنما يجب أن يكون فعل على الأرض بالتعاون مع الجميع لأن داعش أصبح إرهاب دولي كبير ويتمدد يهدد كثير من الدول حتى قائد العمليات المشتركة الأمريكية في العراق قال إنهم الآن موجودون ويهددون قال في صحراء حوران وهم لديهم مساليف جديدة قد تكون القوات العراقية عاجزة عنهم يعني دكتور أعياد أنا أعذرني على المقاطعة سجن الحسكة نعم أعذرني على المقاطعة وهم الذين هاربوا من سجن الحسكة ويقولون عنهم لديهم أساليب جديدة أين تدربوا على هذه الأساليب وهم كانوا مسجونين يا سيدتي مشاكل كثيرة يجب أن تعالج لمشكلة داعش أولها يعني مخيم الهول مع العلم هنا نقطة يريد أشير إليها مهمة مخيم الهول ليس هم جميعا إرهابيين كثير منهم عوائل كان سوء حظهم في الوقت والمناسب الغير ملائمين وهنا أضرب لك مثلا عندما سقطت مدينة الفلوج التي هي قريبة عن بغداد وحدود محافظة الأنبار مع العاصمة بغداد لم تسمح بغداد بدخول العوائل الهاربة منها فاتجهت كثير من العوائل نحو غرب الأنبار إلى مدن هيت وراوة إلى آخره هذه المدن تباعا سقطت فاضطروا لا يستطيعون العودة إلى بغداد أو لداخل العمق العراقي اتجهوا إلى سوريا في سوريا أيضا غلقت الأبواب أن يصلوا إلى العاصمة أو المحافظات الأخرى فأصبحوا بين مطرقة دواعش وسندان المنع فهذه كثير من العوائل اللي سوء حظها كما ذكرنا في الوقت والمكان غير مناسبين كانوا ضحية وهم الآن موجودين في مخيم الهول هناك أكثر من اطمع السجن أيضا موجود فيها أبرياء ودواعش على حد سواء لدى الأمريكان يجب أن تبدأ الخطوة من الأمريكان أولا أنفسهم ثم نطالب في شمال وشرق سوريا بصراحة لأنه أنا كنت أريد أن أسألك عن جدية هذه المخاوف جدية اليوم هذه الدعوات لأن هذه المخاوف كانت منذ سنوات حتى بعد القضاء على داعش عسكريا على الأرض ما تزال المخاوف مستمرة مؤخرا في مخاوف جديدة هذه المخاوف المستجدة إلى أي درجة هي فعليا واقعية وأكثر وقعا أو أكثر ممكن حدوثا على الأرض من المخاوف السابقة تنظيم داعش الإرهابي قلنا نعم لم يموت لكنه فقد القدرة على القيام بعمليات ستراتيجية احتلال مدن على مستوى قرية أو ناحية أو قضاء أو محافظة هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع لكن النوايا الصادقة يجب أن تكون بالقضاء التام عليه هم لم يبقوا إلا سوى بضع آلاف بسيطة وبسلاح ليس سلاح ستراتيجي كما كانوا يفعلونه أو عجلات مفخخة كبيرة إلى آخر هذه جميعها انتهت الآن هم يختبئون في مخابئهم وملاجئهم في الصحار والوديان والبغارات المتابعة الدقيقة لهم استخباريا بواسطة الأجهزة الإلكترونية طائرات مسيرة المناطيد الأقبار الصناعية وهذه متيسرة جدا عند الجيش الأمريكي ومن ثم القيام بضربات وصولات جوية عليهم الأمر ليس صعب صحيح هم يعملون بشكل مفارز من ثلاثة إلى خمسة شخص لكن هؤلاء واهنين حصارهم في كهف أو في مغارة أو في وادي أو في جبل أو في منطقة صحراوية الحصار وحده كفيل بالقضاء عليهم فكيف إذا كان استخدام دقيق للقوة بالاستناد إلى معلومات استخبارية قوية لماذا لن نشرط العنصر الاستخباري البشري في كل المناطق الحدودية المرابطة لشرق وشمال سوريا في هذه الحالة هذه هي المنطقة المحصورة لديهم مناطق أخرى كثيرة عمليات تفتيش أو القيام بعمليات عسكرية في هذه المناطق هو جدير بالقضاء عليهم لكن الجميع يريد داعش حتى يبقى شمع ويعلقون عليها مصالحهم أو فشلهم في بعض الأحيان التهديد الواقع الجاسيم هو غير موجود وستراتيجي كما ذكر لكنهم يبقون مصدر تهديد عندما عادوا إلى بدايات انطلاقهم نصب السيطرات الوهمية على الطرق المقطوعة بين المدن والمحافظات نصب عبوات ناسفة على جانبي الطريق أو العبوات اللاصقة ثم يقومون بعملية الرمي قد تكون الرمي غير مباشر بالهونات أو الراجمات الراجمات انتهت الهونات البسيطة بقات أو عمليات القنص المباشر الغرض منها سببين هو أولا تخويف الناس وتصدير انتصار وهمي نعم تخويف الناس بانتصارات وهمية الثانية حتى يظهر الإعلام بأنهم موجودون ولم ينتهوا لكني أنا على المستوى الستراتيجي يقول هم انتهوا لكن الضرب القاصمة لم توجه لهم بعد جزيل الشكر لك على كل ما تفضلت به من أربيل الدكتور عياد طوفان خبير أمني وستراتيجي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك